كما تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وقد أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهني وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دول وشعوب مجلس التعاون الشقيقة بوفر الخير واليمن والبركات فقد تبدل جلالة الملك المفدى برقية تهنئة مع كل من إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبدل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية ضمنها جلالته خالص تهاني وأطيب تمنياته لهم بهذه المناسبة الجليلة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بدوام الصحة والسعادة وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والمنع والسؤدد